شهد رئيس المنطقة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسة يحيى زكي شهد مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته وذلك باستثمارات تقدر بمليارين وستمائة مليون دولار بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة وأكد يحيى زكي أن هذا المشروع يهدف لزيادة الصادرات من المنتجات البترو قيموية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100% ويأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 والتي ترتكز على توطين صناعة محددة داخل منطقتها منها صناعة قطاع البترو كيمويات داخل منطقة العين السخنة المتكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر